مرحبا وضحياتا إلى الجميع تلفت الفيلسوف الإنجليز الكبير روجر بيكون وروجر بيكون هو أحد رواد التجديد الفكري وأحد رواد المنهج العلمي التجريبي في فترة العصور الوسطى وطبعا يعني روجر بيكون هو غير فرانسيز بيكون الشهير فتلفت روجر بيكون من حوله فلم يجد إلا جهل مطبق على العقول والنفوس معا ولم يرى إلا دغمائية مسيطرة ومتحكمة بأذهان الناس وذلك طبعا بفعل هيمنة الكنيسة والسلطة الدينية المطلقة إبانة العصر الوسط ومن ثم لنقل ألقى روجر بيكون بنظرة ثاقبة على من يقال عنهم فلاسفة وعلماء فوجدهم أيضا غارقين في الجمود والتعصب وبدلا من أن ينخرطوا في ساحة الحياة أو في معترك الحياة وبدلا من أن ينزلوا أو يقتحموا الطبيعة ويواجهوا حقائق الحياة وظواهر الطبيعة للكشف عن أسرارها مثلا لا رآهم يهرعون سريعا إذا ما استجد شيء إلى غرفهم الضيقة طبعا يبحثوا في تلك الكتب القديمة والمقدسة عن تفسير أو عن تعليل مثلا لهذه الظاهرة أو تلك فكان أن هله المشهد فصرخ روجر بيكون من أعماقه في كل هؤلاء قائلا وهذه الكلمات روجر بيكون لا تدعوا النصوص الجامدة تتحكم بكم انظروا إلى العالم لا تدعوا النصوص الجامدة تتحكم بكم انظروا إلى العالم تأملوا الطبيعة وقوموا بالاختبار وبالتجارة في الواقع روجر بيكون كما قلت كان أحد رواد منهج العلم التجريبي في تلك العصور القديمة وكان يعتقد بأن المشاهدة والتجربة يعني هما الأساس لأي حقيقة علمية المشاهدة والملاحظة والتجربة والاستقراء العلمي مثلا هما الأساس لأي معرفة حقيقية وكان يشبه من يحاول الوصول إلى المعرفة يعني بغير طريق المشاهدة والتجربة كان يشبه بالخفاش الأعمى وهو في فترة الشفق بمعنى أنهم يعني كمثل العميان الذين يبحثون في المكان الخطأ وروجر بيكون واقعا يعني بنفسه قام بالعديد من التجارب العلمية يعني بحث مثلا في المعادن بحث في المواد الخام قام بإجراء تجارب على النبات وعلى يعني اختبر من خلالها أساليب الزراعة مثلا وحتى في مجال الهندسة في مجال المساحة وهناك أمر يعني معروف عن بيكون وهو أنه أول من اقترح استعمال يعني نظارات لمساعدة المسنين مثلا أو أصحاب النظر الضعيف لكي يستطيعوا أن يروا يعني بشكل أفضل ويعني هذا الاقتراح بالتحديد تخيلوا كان مثارة سخرية وتهكم من أغلب معاصره بينما هو اليوم يعني أصبحت النظارات أمر لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه المهم كان أيضا روجر بيكون يعني يؤمن بأن على الإنسان أن يحاول كشف أسرار الطبيعة وأن على الإنسان أن يقف على قوانين الطبيعة طبعا من أجل أن يسخرها إن استطاع مثلا لخير الإنسان ولمصلحة الإنسان وكان بيكون لنقل يجسد حالة الصراع بين القديم والجديد أنذاك بين الماضي والمستقبل بين الموروث والعصري على الرغم من أن فرانسيس بيكون أيضا كان رجل متدين لبل كان راهب فرانسيسكاني في نهاية الأمر ومع ذلك كان يؤمن أيضا إلى جانب إيمانه بالله بأهمية العلم والتجربة العلمية ولذلك انتقض كل المناهج السكلائية القديمة التي كانت تدرس في مدارس اللاهود أو في الجامعات الأوروبية هذه المناهج القديمة التي كما يرى يعني عفى عليها الزمن ويعني لم تعد صالحة أبدا لكن الكنيسة كانت تتبنها وهذا النقد اللاذع الذي وجهه بيكون للكثير من الأمور طبعا لن يمر عند الكنيسة مرور الكرام فبالتالي رأى فيه رجال الكنيسة يعني خطرا وتهديدا على الدين مثلا فكان أن اتهموه بالكفر وبالهرطقة وحتى بالشعوذة ومن ثم طالبوه بأن كما يقال أن يتراجع وأن يعتذر مثلا لكن الرجل كان يقدس حرية عقله وفكره فلم يتراجع أبدا فكان أنزج به في السجن وظل قابعا في غياهب السجن لحوالي يعني الأربعة عشر سنة أربعة عشر سنة في السجن طبعا خرج بعدها ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد فترة وجيزة من خروجه خلال هذه الفترة الوجيزة والقصيرة يعني لم يكن يفوت أي فرصة سانحة لتذكير طلابه بأهمية المعرفة المستندة على التجربة وعلى البحث وعلى الاستقصاء وعلى التفكير العقلي مثلا وكان له مقولة شهيرة جدا يعني دائما ما يرددها على مسامع طلابه هي أشبه بالنصيحة أو بالوصية فكان يقول إن العقل قادر على الوصول إلى المعرفة الحقة لاحظوا يشدد على دور العقل في عملية الوصول إلى المعرفة إن العقل قادر على الوصول إلى المعرفة الحقة من خلال الإدراك الحسي أيضا يشدد على تلازم مسألة عمل العقل ودور الحواس في نقل مثلا الإحساسات الخارجية إلى هذا العقل الذي يقوم بعد ذلك طبعا بترتيبها وتصنيفها واستخراج المعنى منها فالمهم كان يقول أن العقل قادر على الوصول إلى المعرفة الحقة من خلال الإدراك الحسي ومن خلال الفهم الذاتي والتجربة العلمية وعلى علماء الإنسانية أن يجربوا وأن يجربوا دائما وأبدا فهذه هي وصية بيكم الإيمان بقدرة العقل على الوصول إلى المعرفة والقول أيضا بقيمة المعرفة الحسية وقيمة المعلومات وقيمة ما تنقله لنا الحواس وأخيرا التشديد على كون التجربة العلمية يعني هي السبيل الأنجع للكشف عن حقائق طبيعة وأسرار الكون ولذلك دع علماء الإنسانية لكي يجربوا ويجربوا دائما وأبدا وشكرا وإلى دقا